خلقت اليوم من حلوة مرة بفكراته العديدة المتنوعة المسلية والمفيدة وطبعا الإنسانية اللي بتهم كل امرأة عربية بشكل خاص وأي ست وصابية ما بتهتم بالموضة بمختلف المواسم وبها الفقرة بصرنا نستقبل مصاممة الأزياء كريستال عطالة أهلا وسهلا فيك كريستال عطالة بحلوة مرة كريستال بداية تنويل دي كله فيسعة اللي اللي طبعا دايما نحب نوجه له تحية هو رئيس دبكة ومخرج وممثل أيضا وهلأ اشتقنا له نحن أثر عليك كتير ما أثر عليك كتير خابرينة كان عندك شي طلي على المسرح أو قديك أنت قريبة على المسرح هلأ فيها قليك أن المسرح أكيد أثر علي تخصصت بتصميم الأزياء مع أنه ما كان عنده ولا تجربة بالمسرح أول مرة شربت المسرح لا مع أنه كم مرة يعني طلبوا مني يعني أعمل رمبلاس مرة شي ممثلة بس ما كتقبل يعني مستحي شوي بس أكيد هو أثر علي بالبارت الإبداع والكرياشن وهيك تأثرت فيه ولأنه وردت هي تهتم بكل تصميم المسرحيات كتروح مع عند الخياطة نقل قماش نعمل فتنج وهيك كمان تأثرت فيها تنقيت هيدا المجال يعني يعني هو تأثرت فيه من خلال خياله والكرياتيفيته تبعيته وولدتك من خلال زوءه وتجربته كريستال شو درستي؟ كريتا شوي استوحيت منه من حالي يعني كتعملت فيه هيدا تالي تأثرت لأليك؟ مضبوط تالي تأثرت كولكشن نعم فمثل ما بتشوفي هون محطوط درست أبيض كان فيها شورت و لونغ درست حرير أكثر شي استعملت فيها مسلين حرير جرسي حرير دنتال يعني مثل ما عمتشو يعني بهالكوللكشن ظهرت شوي ظهيرة من ستينك أو بقيت دايما محافظة على هويتك الفنية بالتصميم؟ يعني هلأ هيدا تالت كوللكشن لا دايما بتتبع ستيل واحد يعني إذا بتلاحظ الستيل أكتر شي بتتبعه ستيل شوي فيه أونوسة يعني بيخلي السيلوات تبع المرة تبين مزبوط وبشتغل كتير على الديتاي بالقطع يعني كله فيه ماتيريال وورك معمول هندمايد وأنه بينشغل كل قطع على حاله بعد ما تخلص وكتستيل تقريبا يعني اللفتاتين اللي عم نشوف عم تلحس الالوان يعني باستيل شوي صغيرة مثل جريل أبيض هلأ ما بعرف هيدا إذا أفوايت يمكن فهموا أين بتستوحيتيون؟ هلأ مثل ما بتعرف إنه هاي دي هالسيزن يعني سبرينج سومر كان داريج الالوان للباستيل أو الالوان الكتير فلاشي أنا دايما أيتاند تو جو للالوان للباستيل مثل ما بتشوفه يعني استعمالت الجريل ليلى الأبيض وهو للمين للالوان بس أكيد إذا فيه كوستمر يعني بيتعدل وإذا هي بتحب ألوان يعني برايت أكتر وفلاشي أكتر حسب كل زبونة يعني وعنده بتلاقي صعوبة بتصميم فساطين مختلفة عن بعضها هلأ أنا دايما إنه في دايما روح الديزاينر يعني بستعمل إشياء أوموجين بكل الكوليكشن ستيل تبعي بس أكيد حسب كل زبونة وقت تجي وحسب جسمها فيه إشياء بتلبق له أكتر من إشياء أو بيستم فيه تعديلات أكيد تشي يلاقم يلاقميك ويلاقم ستيل تبعيك ويلاقم ستيل تبع الكوستمر تبعوليك كريستال فيه شمرة جاتيك الفكرة أنك تصممي مايو أو هلأ بأنه عربنا يعني عموسم الصيف هلأ صراحة لأ أبع مع أنه نزلت هلأ لين جديدة كاجوال لين اسمه يونج كلها طبس ودراسز وهيك بس لأوا مايو بعد بركة يعني نحن شرق كريستال هيك نسافر شوي صغيرة على بريزيل تنشوف آخر صيحات الميو أكيد بس بعد بعد ما يكامل حديثنا على الآخر فقلتيل هلأ كنا ما بتحب الميو ما بتحبي يعني تصمي هلأ عايزني مايو يعني عبالي جوة هلأ من شو لك بدونها الريقبورت أيضا بعد شوي خابرينا شو محضرة لموسم الصيف كنت عم تحكي عالكوليكشن التي نجر فينا نقولها هلأ مثل ما أنا يعني بالأتولية طبعي بحرشتي بتنزل دايما اللاين اللي هي الكوتور يعني طبعي بريير سيزن الفول وينتر والسبرينج سامر بس هلأ نزلت نزلت لاين جديدة اسم يونج في أشياء كاجول بس أنه هل تلتقى بالبوتيك تما يكون الأشياء ديراكت يعني من عندك تلتقى بحيالة بوتيك وأفوردبل برايسز أكتر أكيد وفور ديلي يعني نعم يعني مش هوت كوتور لا أمنا هوت لكن فؤال سريع وأخير هل تصميم الميو أصعب من تصميم الفساطين؟ كلوحدة تكنيك غير يعني كثير سهل يمكن ميو لا أمنا كثير سهل هلأ بس غير تكنيك كليا يعني عن تكنيك الكوتور يعني كلوحدة بدا الشعب معي يعني باركي أكيد ما يو يعني أسهل بيضلو كريستال شكرا لحضورك معنا كلي توفي لأليك شكرا لأليك بساطيني كنوان جد حلويا شكرا لك شكرا لك